اشتركوا في القناة بوجودي معكم في هذا البرنامج طريق الهدى كنت طلبوا الله سبحانه وتعالى في كل وقت واحد أن يهدينا سبلنا وأن يجعلنا من الماديين من الهادي الماديين المتدين وقد قال صلى الله عليه وسلم لأني يهدينا الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس يعني كنتي سباب دير الهداية دير شي حد راح حسن الدنيا وما فيها يساني لشتركوا دويتي معاه وتكلمتي معاه وكنتي سباب فإنه شترك راتبارك الله لك الأجر الكبير فكان طلبوا الله سبحانه وتعالى يجعلوا من هذه الناس اليوم أخوتي المؤمنين أخوتي المؤمنات غادي نتكلم على واحد الموضوع كنا أشرنا إليه في أحد الحلقات وحالي كانت تكلموا على حديد جبريل وكانت تكلموا على أركان الدين أركانه ثلاثة حين أدنا الإيمان والإحسان من أين عرفناها؟ من حديد جبريل حديد جبريل المجلس والنبي سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان ولهذا قال الإيمان بن عاشر رحمه الله وتعالى بعدما تكلم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان قال والدين ذي الثلاثة والدين ذي الثلاثة أي هذة ثلاثة هو الدين خذ أقوى أوراك خذ وتمسكه وهذا يعني العروة والوتقالية يستمسك بهذه الإحسان اليوم ما تكلموا على أحد أركان هذا الدين دي هو الإحسان لمسوه سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديد دين جبريل اللي كنا تتكلمنا فيه بأنه جعل صورة إنسان وقعدك يسوه النبي صلى الله عليه وسلم سوه له قال له أخبرني عن الإحسان بعدما سوه له عن الإسلام وعلى الإيمان قال له أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراها فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان شنوه؟ أن تعبد الله بحيلك تشوفه يكون حاضر في عقلك وفي قلبك فإن لم تكن تراه فإنه يراك رد بالك إلا أنت ما كتشوفه شيء رأك يشوفك كتشوفه بقلبك أن تستحضره بقلبك أنه دائما تستحضر مراقبة الله هذا هو أدو الإحسان توصل الإنسان لها الدرجة دي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه بحيلك تشوفه فإن لم تكن تراه لأنه لا يتجسد ولا يتجسد سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه الله أحد الله الصماء دم يدولم يولاد دم يكن له أكف وأنا أحد وسيدنا موسى قال ربي أريني أنظر إليك قال لم تراني إنه هو نور فلا يتجسد يعني ليس له أحييس لا يتجسد ولا يتجسد وغدهم القيامة إن شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى يجعلنا من ناس لغدين ظروف الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك وجوهن يوم إيدن ناظرة إلى ربها ناظرة وجوهن يوم إيدن ناظرة من النظارة نظارة الإيمان وإدارة الجنة يدخلوا الجنة وجوهن يوم إيدن يوم القيامة هذو كل الناس اللي غير دخلوا الجنة غادي يشوفوا ديك النار غادي يشوفوا سيد ربي سبحانه وتعالى ويعطوا موحد القوة يلتحموا لبنشوفوا الله تبارك وتعالى ولكن حنا هنا في الدنيا يجب أن نستحضروه فعقولناه في قلوبنا بأنه يشوفنا هذا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى شنو هي النتيجة ديله النتيجة ديله هو أنك مني كتستحضر مراقبة الله وكيحضر الجلال دي الله تبارك وتعالى والعظمة دي الله تبارك وتعالى والكرام دي الله تبارك وتعالى والقوة دي الله تبارك وتعالى والجلال دي الله تبارك وتعالى نفسه كتخشع وكيدخلك ما يعرفه بالواجال فلا تقدموا على معصية أبدا ما تقدش ما حتد تفكر ما تفكرش فيها لأننا ربي حاضر ولذا نحن ندرب العقل دينا والقلب دينا يكون دائما ذاكر لله الذكر ذكر القلب أي استحضار مراقبة الله ذلك الاستحضار اللي يخليك ما تفكرش معصية علاش لأن المعصية احتوله وكانت صغيرة كتبلك كبيرة علاش نتبعه من نتبع الله فهذا هو اللي كي يجعل الإنسان يحبس نفسه على معصية ثم يقبله على الطاعة بنفس راضية علاش لأنه هذيك الطاعة كيتقرب بها الله تبارك وتعالى بأيلك توصله الله تبارك وتعالى وعندنا القصة دي سيدنا إبراهيم الخليل هاتجي المنسبون ونتكلموا فيها ولكن واحد المقطع في القرآن الكريم كيتكلم على هذي قديد الإحسان لما سيدنا إبراهيم شدولده بغي يدبحه غمض له عينه وكتفه وشد جنوب بغي يدبحه وناديناه قال تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية على الإيمان إنك ذلك نجزين المحسنين الإحسان يعني الإحسان بحيث ربي قال له ديره دار قال له ديره أمرني قال له فعل ما تعمل هذا هو إنك ذلك نجزين المحسنين إن هذا هو البلاء المبين هذا البلاء كبير جدا ولكن سيدنا إبراهيم أقدم على الطاعة فهذا هو الإحسان قد نتكلمه إليه مرة مرة كل مرة نجيبه فيه شيئا عزا ونطلبه الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا للمين محسنين إلى إلقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته